بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قيل قديما الحاجة أم الإختراع ومعنى هذا المثل القديم أن القوة الدافعة لمعظم الإختراعات هي دائما الحاجة وكذلك فعلت الحكومة الجزائرية وهي تقتنع أخيرا أن الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية يمكن أن تشكل حلا للاقتصاد الوطني الراكد فأعلنت اعتمادة قلت هذا النوع من الخدمات المالية في بنكين عموميين قبل نهاية السنة الجارية 2017 لتتوسع القائمة بعد ذلك إلى أربعة بنوك أخرى في السنة القادمة 2018 الصيرفة الإسلامية خيار استراتيجي أم إجراء ظرفي عنوان حلقة جديدة من المرشد الاقتصادي وفيها نسأل عن أسباب تأخر الجزائر في اعتماد هذا النوع من الخدمات المالية وعن الإضافات التي تقدمها الصيرفة الإسلامية للاقتصاد الوطني وللأزمة الراهنة أسئلة وأخرى نطرحها في هذه الحلقة مع ضيفية الكلمين أبدأ عن يميني الأستاذ الدكتور العياشي في الداد وهو خبير في المعاملات المالية بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة العربية السعودية وأيضا خبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي سيدي مرحبا بك معنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم شكرا جزيلا على قبول الدعوة أيضا إلى شمال يحضر الدكتور محمد بوجلال وهو أستاذ جامعي وخبير في الاقتصاد الإسلامي ومتخصص في المالية الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى سيدي مرحبا بك معنا شكرا جزيلا على دكتور ضيفية كريمان إذن نتابع هذا التقليل في الموضوع كمدخل لنقاشنا ثم نعود مرة أخرى لنبدأ النقاش في خطوة تبين قناعة الحكومة بنجاعة صيرفة الإسلامية في استقطاب كتل مالية خارج التحكم جاء أعلان الوزير الأول أحمد أويحية بخصوص اعتماد الجزائر على هذا النمط من المعاملات المالية كحال جزئي للأزمة وكمرحلة أولى تتبعها خطوات أخرى قرار الحكومة وليد معطيات اقتصادية واجتماعية ميزها عصوف المواطنين على ضخ أموالهم في البنوك التقليدية بسبب ما يرونه ربع لكن إلى أي مدى يمكن أن يتفاعل المواطن الجزائري مع هذا الإجراء وإن كان القرار سياسي أكثر منه اقتصادياً تقدم البنوك الإسلامي خدمات تمولية لشيرات إعقارات وصيارات ومواد استهلاكية وتمولي مشاريع استثمارية عن طريق المربحة في البنوك الإسلامي يتعامنوا جنالاً عن طريق البويوع البويوع وما هي البويوع؟ إن البنك الإسلامي سيأت أجتد فاكتور سيأت أجتد مواطنين سيأت أجتد فاكتور وتعود بحلوه عن طريق التقسيت أو عن طريق البعية بالآجل أو عن طريق المرابحة أو استعمل الإيجارة في البنوك الإسلامي كيان ما يسمى بوعاء المضاربة وإن المودعين رح يساهموا مع المساهمين ويشكلوا وديعا يشكلوا ويشكلوا بوعاء المضاربة في الوعاء هذا رح يمدوا تمولات وتمولات رح يشكلونها كيان أرباح في نهاية السنة رح تقسم بين المودعين والمساهمين تقسيم الأرباح بين المودعين والمساهمين في البنك والتعامل عن طريق البيوع استراتيجية البنك الوطني الجزارية في خطوة لعلها تغري المستهلك لتوجه نحو سياسة الإدخار في البنوك العمومية للتقليل من عجز السيولة المالية في البلاد وزشيط الاقتصاد الوطني الراكب منذ أن لاحت أزمة تراجع مداخل المحروقات في الأفق أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد السيرفة الإسلامية خيار استراتيجي أم إجراء ظرفي قلت عنوان حلقة جديدة من المرسل الاقتصادي وبالمناسبة أعيد الترحب ضيفي الكريمين الحقيقة أنا بين مدرستين اقتصاديتين كبيرتين في سؤال مدخلي هكذا في عجالة دكتور بوجلال لو أردنا أن نعرف الصيرفة الإسلامية حتى نبسط المصطلحات لمشاهد ماذا يمكن أن نقول عن هذا المصطلح الصيرفة الإسلامية بسم الله أحمر الرحيم الصيرفة الإسلامية المصطلح الصيرفة يرجعنا إلى العمل المصرفي يعني البنوك إذن الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية نفس العبارة بمعنى أن البنوك التي تنشأ من التعبية المدخرات ثم توجيها إلى الاستثمار إلى تمويل الاقتصاد ولكن ميزة البنوك الإسلامية أنها تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بخلاف مثلا البنوك التقليدية التي نشأت في الغرب والتي نشأت على أساس الإقراض يعني البنوك التقليدية تقوم بتعبية المدخرات نظير سعر فائدة معين ثم توظف هذه المدخرات نظير سعر فائدة أعلى بالنسبة لرباب العمل والمؤسسات البنوك الإسلامية لا هذه معاملة طبعا فيها تحفظات شرعية كبيرة وذلك جاء الاجتهاد من قبل فوق أهنى المعاصرين وتم إنشاء في منتصف السبعينات أول بنوك إسلامية لا تتعامل بسيغة الإقراض ولكن تتعامل بسيغة إسلامية متعددة ربما سيتي الحديث عنها في خلال هذه الحصة نعم حتى نوسع قريلا دكتور بوجل في هذا الموضوع وأريد هنا أن استغل بالضبط الدكتور العيشي فداد وهو القادم من العربية السعودية يعني أين يشغل منصبا في البنك الإسلامي للتنمية بجدة دكتور يعني هل يكفي أن نتجنب الربا وكفة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز لنظف طابع الصيرف الإسلامية على هذا النوع من الخدمات المالية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا نكرر الشكر مرة ثانية لهذه الاستضافة الجميلة وإن شاء الله نقدم ما ينفع المشاهدين في هذه الحصة إضافة إلى كلام دكتور الفاضل على موضوع المصرف ربما من ناحية اللغوية لو تم استخدام كلمة مصرف بدل السيرفة لأن السيرفة ربما وهي كلمة وهي شائعة شائعة الاستخدام لأن الأولى نسبة إلى السرف والثانية نسبة إلى المصرف فالمصرفية الإسلامية هي أقرب إلى ما نشاهده في الواقع العملي من السرف الذي يعود إلى المبادلة للنقوط المصرف الإسلامي مثل ما تفضل الدكتور هو عبارة عن مؤسسة مالية تعمل على جلب المدخرات تعبئة الموارد وتوظيفها في منتجات تعود بالنفع البلادي والعباد في صياغ معينة شرعية تحكمها ضوابط وغير شرعية محددة هذا هو الإطار العام للمصرف الإسلامي في اعتقاد الشخصي أن المصرف الإسلامي نعم هناك ركائز أساسية ينبغي أن يتجنبها في عمله وهي التي ذكرها الفقهاء الأسس أسس التي تخرج المعاملة من كونها شرعية إلى معاملة شرعية تجنب الربا تجنب الغرار تجنب الجهالة كل هذه القضايا ينبغي أن يعمل المصرف على تجنبها في الإطار التعاقدي في إطار العقد إضافة إلى القضايا الكلية التي طرحتها فيما يتعلق بالموضوع الاحتكار إلى غير ذلك لكن نحن نؤكد على أن المصرفية الإسلامية ينبغي أيضا أن تلتزم القيم الأخلاقية في تعاملاتها نعم الإسلام لم يحرم السعي إلى الربح أو الاستزادة من الربح في الإطار المشروع ولكن لا بد من إحداث نوع من التوازن في إطار السعي للربح لا بد أن تحكم لنا أن تحكمنا منظومة من المبادئ والقيم اللي لا ينبغي أن نتحدها وهذه هي المصرفية الشاملة نعم بارك الله فيك دكتور طيب دكتور بوجلال يعني الوزير الأول أحمد ويحيى أعلن عن اعتماد الصيرفة أو المصرفية الإسلامية والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين كما أسلفت ذكره في المقدمة قبل نهاية السنة الحالية ثم قاعدت توسى هذه القائمة إلى أربعة بنوك أخرى في سنة 2018 دعني هنا دكتور يعني البنكوسين أطرحوا سؤال هل هو قرار سياسي أم قرار اقتصادي سألتك هذا السؤال وأنت قد أفتني قبل قليل يعني في الكواليس بمعلومة مهمة جدا قلت للجزائر أنها أول بلد يعلن عن إنشاء بنك إسلامي منذ سنة 1929 ولكن إذا غيرت يومنا هذا يعني نزال الأمور يعني متأخرة أو متخلفة وعندما نعم ما قلته في الكواليس وهو في العلن على كل حال أنه الجزائر لها أسباقية 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 في فكرة البنك الإسلامي هذا شيء إيجابي نعم بالطبع في إيجاب عندنا دايما نقول جزائر خلاقة أو سيد وولادها فيها الخير إن شاء الله إن شاء الله ففي 1929 تقدم العلامة إبراهيم أبو يقضان مع مجموعة من كبار تجار في الجزائر العاصمة وتقدموا للسلطات الفرنسية عن ذاك سلطات الاحتلال طبعا بفكرة إنشاء وسموها هكذا بنك إسلامي جزائري فبالطبع الحكومة الاستعمارية عن ذاك رفضت المشروع جملة من التفصيل وبقي الأمر كذلك حتى سنة 1990 الحمد لله في جزائر تم تأسيس أول بنك أو 91 نعم تم تأسيس أول بنك إسلامي وبنك البرك على كل حال هذا يعني باضلات خير نردع سؤالك المتعلق بانفتاح الحكومة الجزائرية أو في مشروع الحكومة الجديد اللي أعلن فيه السيد رئيس الوزير الأول على السماح لبنكين عموميين هو أسان ثلاثة يعني حتى السيبية يعني لابدر بديل السيبية بفتح نوافذ للمعاملات المارئة الإسلامية أنا قلت في مرابر أخرى أن هذه خطوة في اتجاه الصحيح ولكن يجب أن تتبحى خطوات أخرى وإذلك نتوقع أنه ستكون هناك مرافقة سواء من قبل المجلس السلامي الأعلى ومن قبل خبراء من أمثال دكتور عيشي فدادة وغيره إن شاء الله بيش نساهموا في تأطير هذه العملية في مرافقتها حتى نضمن شروط النجاح لهذه التجربة أنا أتمنى أن مستقبل إن شاء الله تتوسع هذه التجربة من شبابيك أو نوافذ كما يسمون بالإنجليزية إسلاميك وويندوز إلى وكالات متخصصة تماما في المالية الإسلامية ثم لماذا لا بعد ذلك إلى من وكالات إلى فروع بالكامل مثل ما فعنا مع أس بي سي عملت هذا الشيء وحتى عندنا هنا تجربة كرايدة أخرى في مجال تأمينات شركات تأمين قريبة طبعا في نشاط البنوك يعني جزائر سبق لها وأنها فرقت بين شركات تأمين التي تقوم بالتأمين على الأشخاص وشركات تأمين تقوم بالتأمين على الأضرار هذا أمر جيد يعني عندنا فيه تجربة وهذا يعني أمر ليس مستحيل المهم التجربة الآن أن البنوك العمومية تنفتح على المالية الإسلامية بفتح شبابيك هذه خطوة جيدة جدا ولكن تحتاج إلى رؤية أخرى إن شاء الله ونحن هناك معرضية يعني أوسع إلى غير ذلك إن شاء الله نعم إن شاء الله طيب دكتور العياشي فداد يعني أنت تعرف يعني مثل ما يعرف الجميع أنه منذ انطلاقها في الجزائر تجربة البنوك الإسلامية انطلقت كما أفادنا الدكتور بوجاقة بقليل يعني أول بنك جزائر في 91 هو بنك البركة ثم بنك آخر اللي هو بنك السلام أو مصرف السلام يعني لكن خدمات هذين البنكين اقتصرت يعني في تمويلات يعني لشراء مثلا عقارات سيارات ومواد استهلاكية فضلا عن تمويل مثلا مشاريع استثمارية صغيرة يعني بمبالغ محدودة كيف يمكن لهذه التجربة أن تتوسع أكثر وتغطي مجالات أوسع يعني حتى نصل إلى المصارف الإسلامية كبيرة مثل ما كان يتحدث دكتور مجاقب قليل شكرا الموضوع الذي ذكره الدكتور محمد الآن فيما يتعلق في بداية العمل المصرفي أو المشروع الذي كان إبانا الاستعمار يعني قضية مهمة جدا ينبغي التأكيد عليها لسبب بسيط وهو أنه نحن درسنا وندرس بأنه بدايات العمل المصرفي هو في المشرق وأنه بدأ من مصر في بداية الستينات في مئة غمر في مصر ثم بعد ذلك انتقل إلى الخليج عن طريق بنك دبي الإسلامي ثم عن طريق البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة دولية في الـ 75 والـ 76 بينما الدكتور أشار الآن جزاء الله خير إلى أن المشروع الجزائري في نهاية العشرينيات ما أود فقط إضافته هنا هو أن الشيخ دكتور أحمد توفيق المدني رحمة الله عليه في كتابه في مذكرات حياة كفاح أرخ لهذه الحادثة لحادثة تقديم مشروع طلب لتأسيس بنك إسلامي وما أكده مهم جدا هو أنه يقول بأنه تم الاجتماع في نادي الترقي وجمعوا رجال الأعمال وجمعوا خبراء الاقتصاد وجمعوا علماء الشريعة وكتبوا قانون مشروع قانون أرفق بالطلب للحكومة الفرنسية وحتى وضعوا رئيس البنك إلى غير ذلك فهي خطوة تعيد تأريخ ما يسمى بتأريخ المصرفية الإسلامية وتعدل من التاريخ بخصوص الخدمات التي يقدمها بنك البركة وبنك السلام بطبيعة الحال الخدمات دائما تتطور وفق نشأة البنك لا يمكن للبنك الناشئ أن يقدم كل الخدمات لأنه كما أشار الدكتور في السابق أنه ما هو البنك؟ البنك هو يعبئ الموارد المالية من الجمهور والجمهور جاء لإيداع أمواله في حسابات ويرغب في النهاية عن طريق المضاربة يريد ربح فالبنك حريص في أن يوظف هذه الأموال توظيفات تدر أيضا أرباح حتى يسلمها للمودعين وكذلك أيضا قضية تدرج في التطبيق مهمة جدا تقتضي أن ينتقل البنك من مرحلة إلى مرحلة كلما تمكن من مرحلة انطلق إلى المرحلة التي تريها فلا يمكن أن نطالب البنوك الإسلامية منذ نشأتها بأن تتوسع مثلا في المشاريع الاستثمارية عن طريق الشراكات وعن طريق المضاربات فمخاطرها عالية جدا نعم ينبغي أن تبدأ في هذا ولكنها لا ترمي كما يقولون كل أموال المودعين في سلة واحدة فتبدأ بالمنتجات ذات المخاطر المتدنية وتتمكن من التجربة وتتمكن من العمل وتكتسب الخبرة حتى تنتقل شيئا فشيئا إلى المنتجات الأخرى وهذا الذي نراه والحمد لله في واقع التجربة نحن نعايش الآن مثلا بنك السلام وبنك البركة طبعا منذ الافتتاح إلى الآن يعني خطوات عملاقة في تقديم منتجات جديدة تغطي الآن معظم حاجيات الناس وتزداد تمويل المشروعات يزداد كل ما تقدمنا في هذه التجربة وبطبيعة الحال دكتور فداد كما يقال مسافة الألف ميل تبدأ دائما بخطوة واحدة طيب دكتور بوجلال الحديث عن السيرفة أو دعني أعود إلى المصطلح الذي أقرره قبل قليل المصرفية الإسلامية يقودنا بطبيعة الحال التوقف عند ما يسمى بالسندات السيادية التساهمية وهذا مصطلح أقحم مؤخرا في قانون المالية الجديد 2018 اللي سيكون مع بداية السنة إن شاء الله نعم قلت ولد في قانون المالية الجديد هي ألية شراكة تحفيزية لمستثمرين يرفضون التعامل الربعوي طيب وفق هذا الغرض أو وفق هذا التحديد لإشكال المطروحنا الدكتور بوجلالي من هو الضامن في الحفاظ على الوجهة المالية الأولية للأموال بمعنى ما هي الهيئة التي تضمن وما هي الأليات التي تجعلها سيادية حتى لا تكون هذه الأموال موجهة في وجهة أخرى غير التي أريدت لها في البداية وتم الاتفاق عليها لا ميزة السكوك الإسلامية نعم اللي هي البديل الشرعي لسندات تقليدية نعم أنها مربوطة بمتعلقة مربوطة بمشروع بعين إن إذن طبيعة المشروع نفسه هو أكبر ضمان نعطيك بيثال بشي من القوش أني نتكلمو كلام نظري بشي المشاهدين نفهم أنا كنت تمنيت أنه الطريق السيار شرق غرب تم تسكيكه جمهور المستثميرين أصحاب الأموال أصحاب الفائد التمويلي يشترون سكوك وهذا السكوك الأموال تتجمع عن طريقها يتم إنجاز بها هذا المشروع الكبير ثم بالطبع هذا المشروع سيكون بعد يدير عوايد مثل ما تعمل في كل الدول في ماليزيا في تركيا في الدول الكثير يعملون في مقابل الخدمات التي يقدمها المشروع طبعا هذا هذا بان فاتث مع أنتما ما نبكيوش على لي فاتث ولكن أمام الدولة مجالات نشاطات واسعة في المجال السراعي في مجال السياحة مثلا يمكن إقامة منتجعات سياحية تدر أرباحا يتم ذلك عن طريق التسكيك ممتاز جدا وهذه يعني إحنا مش هنكتشف العجلة من جديد خلينا نختصر الأمر بشي فهم المشاهد نعم هنا في مجال المالي عندنا ما يرث ندرسه في الجامعات ولكن نحاول نبسط عندنا التمويل المباشر والتمويل غير المباشر تمويل غير المباشر تقوم به البنوك اللي يسموهم البنك يسموه وسيط مالي لأنه وسيط بين أعوان الفائدة التمويلي الناس اللي عندهم أموال فائدة على الاستهلاك الآن هذا تبحث لها عن توظيفات من هو الوعاء من هي المؤسسة اللي تجمع هذه الأموال هذه المدخرات هو البنك والبنك يقوم هو بتقديم هذه الأموال المجمعة في سورة تمويلات إذن هنا البنك الأبدور البسيط المالي هذا وضع الآن سؤالك عن السوقوك هنا نتكلمون هنا على السوق المالي نتكلمون على بورس البورسة لأن هذا المنتج الجديد اللي هو السوقوك الإسلامية أين يباع هو ورقة مالية تعبر عن امتلاك حاملها لحصة في مشروع معين هذا وحتى أنه يعني يمليح أنه قانون مالي أنت الحكومة أشار إلى هذه الآن تقصد القانون الجديد 2018 طبعا أشار إلى إمكانية اللجوء إلى السوقوك الإسلامية لأنه بورس الجزائر متعثرة حقا يقال هذا ما يشعر هذا موستر يعني متعثرة ربما تساعد عملية عملية إصدار السوقوك في تنشيط هذا السوق وهذا لكن هذا الأمر يحتاج بالطبع إلى تحسيس كبير إلى إشهار إلى جهة أكبر جهة أكبر وإلى عملية بداغوجة ما سنستفهم لأن المخاطر في السوقوك الإسلامية أقل بكثير لأنها مرتبطة بمشروع معين المستثمين لما يقتنع بجدوى ذاك المشروع ومن حقه أن يقوم بكل تحريات فإذا ما اقتنع يقوم بشيراء هذه السوقوك وبالطريقة هذه أولا سنخف على الدولة على الضغط على الميزانية العامة مشروعات كان من المفترض أن تقوم بها الدولة لا يقوم بها الجمهور عن طريق السوقوك فإذن هذه كذلك مبادرة تستحق يعني التنويه وللعين فقط خسائد نعم أن سوق السوقوك في العالم يتجاوز 300 مليار دولار صح إذا كان معلوماتي ميش قاطئة يتجاوز هذا بقليل أو أكثر الجزائر لم تستفد من هذا السوقوك تماما أعلى لأن المنظومة القانونية عندنا لا تسمح بذلك وإذلك في المشروع الذي قدمته قدمه المجلس الإسلامي الأعلى إلى السلطات وموجود على كل حال من بين المحاور التي تكلمنا في هذا المشروع المشروع تعديل القانون التجاري بإدخال مواد خاصة بالسوقوك يعني في خلاص القول ويحب أن نقول لنا أن هذا الاتجاه من الحكومة نحو المالية الإسلامية أمر جيد جدا ولكن لا يكفيش يفرط الشريعات قانونية أخرى نعم يفرط الشريعات وهذا الشيء اللي قمنا به على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى والوثيقة الموجودة وقمنا إذا تحب مالك نفصل نعطيك ربما سنأتي عليها فقط إذا كان أنا بغيت نشترك في الموضوع هذا في النقطة هذه بالذبط في أقل من دقيقة قبل أن نتوقف عند فاصل للجزء الأول وننتقل للجزء الثاني الدكتور عندك إضافة في السيق اللي يتحدث في الدكتور هو فقط تأكيد لما قال الدكتور هو أن أداة السكوك صارت الآن مشابهة تماما لما هو موجود يعني يقابل المؤسسات المالية الإسلامية من حيث حجم هذه الصناعة صارت صناعة السكوك صارت صناعة بكاملها والآن والحمد لله السكوك نفسها أوجدت في ذاتها آليات متفرعة عنها لدينا سكوك سيادية تابعة للحكومات تمول بها عجز الموازنة وتمول بها المشروعات الحكومية ولدينا سكوك موجهة للجمهور من القطاع الخاص فإذن آليات السكوك الآن صارت صناعة متكاملة كل ما نريد من هذه الآلية أن تكون مضبوطة ولديها معايير سواء شرعية أو محاسبية قوية وتحت إشراف هيئة للرقابة حتى تؤدي نتائجها دكتور شكرا جزيلا لك إذا كان سمحتم لضيفي الكريمان نتوقف عند هذا الفصل ثم نعود مرة أخرى لنباشر النقاش في الموضوع ابقوا معنا مشاهدين الكرام أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد لهذا الجزء الثاني من المرصد الاقتصادي وفيه نناقش السيرفة الإسلامية خيار استراتيجي أم إجراء ضرفي أستاذ دكتور مجلال تتمة لما كنا نتحدث به في الجزء الأول الذي سؤال هنا الجزائر في السنوات الأخيرة خلينا نقول في ضرف 25 سنة أو 20 سنة الأخيرة مرت بمرحلتين ماليتين متناقضتين تماما المرحلة الأولى تميزت بأنها مرحلة وفرة كبيرة في السيولة إلى درجة أن الحكومة يعني تقريبا عجزت عن تشغيل هذه الأموال ولم تجد ما تفعله بها المرحلة الثانية مخريفة تماما هي عجز في السيولة مثل ما هو عليها الأمر الآن في الجزائر في هذا المجال الدكتوري إذا كنت سمحت لي ما هي الحلول التي يقدمها اعتماد نظام الصير في الإسلامية في مثل هذه الحالات لا من تعالى لحق مرينا من مرحلة السنوات السيمان إلى السنوات العجاب نعم أنا أجبني العنوان الذي درته حصة هذه المعاملات المالية الإسلامية جزء من الحل نعم هي ليس كل الحل لكن هي جزء نعم أن يكون جزء وجزء فاعل إن شاء الله هو شوف كارازون أكيلو هذا يقل من من يعرف هذا كانت رئيس الوزراء الفلبين في الثمانينات جات واستلمت الحكم في بلد كان منهار تماما السنوات فرغان الخزينة فرغة فأول تصريح عملته أول خطاب وكانت المالية الإسلامية في بداياتها فدعت رؤوس الأموال كميسو بالقوسين الإسلامية لإستثمار في الفلبين فقيل لها كيف أنت المرأة المسيحية تدعين المسلمين لإستثمار في الفلبين فقالت لهم لا يهمني لون القط القط المهم أنه يقبض على الفأر بإستثمار 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 أكيد أن المالية الإسلامية ستساعد لماذا؟ لأننا نحن اتصال بالمتعامل الاقتصاديين وكثير منهم يحجب عن التعامل مع البنوك التقليدية لسأل أسباب ثقافية وعقيدية إلى غير ذلك الآن هذا الانفتاح نحو المالية الإسلامية نأمل أنه سوف يكون رافدا لتعبية هذه الأموال التي هي خارج الضائرة المصرفية للأسباب التي ذكرتها هل المالية الإسلامية لوحدها جديرة بحل هذه المشكلة لا أعتقد ولكنها ستساهم كما قلت أنتو كما جاء في أنها جزء من الحل إن شاء الله ولكن يبقى دائما أنه على السلطات أن تعمل على ترسيخ الثقة مع المتعامل والحصاديين وإذاك نحن نحتاج إلى فعلا استقرار مؤسساتي المستثمر لا بد أنه يحس أو أنه بعث فيه مؤنينة معروف القول المشهور أنها رأس المال جبان لذلك يبدو أن الاستقرار المؤسساتي هذا مهم جدا وذلك أنا دائما أقول أن هناك جملة من الشروط وما رجع لها بعد ذلك جملة من الشروط يجب توفرها لضمان إن شاء الله نجاح هذا التجربة ممكن نرجع لها بعد طيب دكتور فداد ونحن نتحدث عن المصارف الإسلامية أو الصيرف الإسلامية في الفترة الأخيرة هناك مصطلح برز بقوة وخضاء حيز كبير في قاعات النقاش ونتكلم عن المخاطرة موضوع المخاطرة في قروض الاستهلاك يعني الآن المصرف الإسلامي يجي نفسه ما بين موقعين مختلفين تماما هو يعتمد أساسا ومجبر على الخضوع للهيئة الشرعية التي يتبع لها في نفس الوقت تابع إداريا إلى بنك الجزائر المركزي الذي نعرف أنه يعني ما عندهش مشكلة في التعامل يعني ما عندهش إشكالية في موضوع الريبا هنا في الحال كيف رح يكون توازن بالنسبة المصارف هو في الحقيقة حتى في تقديري حتى تكون المصرفية الإسلامية من الحل نعم في اعتقادي والله أعلم بالإضافة إلى ما تفضل به الدكتور خاصة في موضوع تشريعات وفي موضوع إصدار لوائح وأنظمة ترشد هذا العمل في تقديري أنه للبنك المركزي دور في هذا حتى تكون المصرفية الإسلامية جزء من الحل ونأمل إلى أن ترتقي إلى أن تكون حلا في المستقبل بإذن الله أهم دور في تقديري الآن أن البنك المركزي ينبغي أن يرعى هذه التجربة وأن يواكب هذه التجربة وهي تتدرج من مرحلة إلى مرحلة لأنه هو المنظم للعمل المصرفي هو المسؤول عن تنظيم العمل المؤطر بصفة عامة وهو الذي يؤطر منتجاتها على الأقل في هذه المراحل بالتعاون مع المؤسسات الأخرى في الدولة أن يصدر أن يصدر معايير وفق هذه المعايير تسلك هذه المؤسسات المالية طريقها وهو الذي يحدد الاتجاه والبوصلة حتى تستطيع أن تضخ ما تعبئه من موارد في المشاريع الاقتصادية الكبرى وحتى تكون مفيدة هذا في جانب الجانب الآخر على البنوك الإسلامية أيضا دور آخر وهو أن ترسل كما قال الدكتور رسالة ثقة للمتعاملين معها رسالة ثقة من ناحية الانضباط بالضوابط الشرعية لأنه من جاء إلى هذه البنوك ترك أعرق البنوك وجاء ليضع أمواله في هذا البنك طبعا يقصد أن يكون وفق ضوابط الشريعة وفق أحكام الشريعة فإذن الأساس الأول الذي يرغب المتعامل أن يراه هو أن هذا البنك منضبط بأحكام الشريعة الأمر الثاني الذي يرغب فيه وهو أن يتحصل على نسبة من الربح على الأقل تغطي له الواجبات الدينية وأزيد من الواجبات الدينية في الجانب الآخر البنك ينبغي في خطة منتجاته مثل ما قلنا أن يتدرج حتى يوازن في موضوع المخاطر ما بين منتجات ذات مخاطر معقولة وذات عائد معقول وبين المنتجات ذات مخاطر عالية يمكن أن يبدأ بها بنسب معقولة حتى لا يعرض أموال المودعين إلى الضياع تبقى الحلقة الآن ما بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي هذا الذي أقول إذا البنك المركزي واجبت واكبت التجربة وان فتح على الخبراء وعلى المهنيين والاحترافيين في العمل الاقتصادي والخبراء المالية يستطع كما وجدوا حلول كثيرة في التجارب الأخرى أن يجدوا حلول وأن يجدوا أيضا علاقات عمل ما بين هذه البلوك وما بين البنك المركزي بحيث تتكامل هذه الجهود لتحقق هدفها ومقصدها شكرا جزيلا دكتور طيب دكتور بوجلال خلينا نتوسع أكثر شوية لأن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الإسلامي حقق في السنوات الأخيرة القريلة الماضية نموا كبير لدرجة أن هناك من يحصره ما بين 10 إلى 15 بالمئة وتشير أيضا دراسات حديثة في هذا الموضوع إلى أن هذا القطاع مرشح للنمو السريع بسبب ارتفاع النمو السكان للدول الإسلامية بضعف النمو المسجد في العالم بصفة عامة هل سؤال مختصر هل تعد هذه المعطيات التي تحدثنا عنها مؤشرا على أن الاقتصاد الإسلامي في طريقه إلى زعزعة بين قوسين هذه الكلمة الاقتصاد الرؤسما طيب أنا فقط أريد فقط إذا سمحت صحيح برك معلومة النمو يتكلم نمو أصول المالية الإسلامية نعم وليس نمو بالنسبة للنسبة ما بين عصرة والخصص نعم هذه نمو الأصول المالية يعني الصناعة المالية الإسلامية الآن ستقارب 2000 مليار دولار أستاذ عايش أي ذاك وهذا فعل أزيد يعني الأصول المالية إذا تكلمنا نحن على الصناعة المالية الإسلامية لجب أن يفهم المشاهد كريم أنها ليست فقط البنوك والتأمينات والأسواق المالية السكو نعم هذه مجتمعات وحتى الصناديق الإستثمارية لتلعب دور لها كذلك وإنما الجزء الكبير 80% من الأصول المالية عبارة عن أصول بنكية إذن هذه كل ملاحظين وكل إحصائيات تنشير إلى هذا النمو الكبير تعرق منها دائما من 10 حتم في مرحل معينة وسط 25% هذا يعني مؤشر جيد لنجاعة الصناعة المصرفية الإسلامية مهما كانت هذه المعدلات كبيرة ولكن يبقى حجم المالية الإسلامية بالمقارنة مع المالية التقليدية لا يتجاوز 2% المستوى العالمي يعني ضعيف جدا طبعا لأنها صناعة ناشئة صناعة في عمرها 40 سنة والصناعة التقليدية في عمرها 400 سنة 400 قرون لكن قوة المالية الإسلامية ولماذا الاهتمام بها على المستوى العالمي حتى في الدوائر غير الإسلامية لماذا بريطانيا مثلا نعم لأن المبادئ التي تقوم عليها المالية الإسلامية مبادئ كان يبحث عنها في الغرب ولم يهتدوا إليها جاءت المالية الإسلامية نفضت الغبار عن هذه المبادئ من كتب الفقه وصغت صياغة مؤسسية فأصبحت فأصبحت ظاهرة للعيان للمسلم ولغير المسلم ولو طلبت مني اختصار هذه المبادئ نعم في تجربته مع المالية الإسلامية ل30 سنة خلت يمكن اختصارها في ثلاث مبادئ أساسية اللي هي تحريم الفائدة والغرر وما تلاها من الغرر تحريم المجزة فعلا المكشوف أو ما يسمى ب هذه في الأسواق المالية تلعب دور كبير بعدم استقرار النظام المالي هناك وكذلك تحريم شي جديد في المنظومة التمويلية الغربية لم يعرف إلا في خلال ثلاث أو أربع عقود الماضية وهو توريق الديون أو بيع الديون هذه اللي كانت سبب الرئيسي في أزمة 2008 أزمة غروض الرهن العقاري أراضيات التصنيف في أمريكا إذن تحريم هذه أو هذه المبادئ الثلاثة لتحرمها لتقوم على أساسها تحرمها المالية الإسلامية هي اللي بالنسبة الكثير من الاقتصاديين هي عامل الاستقرار المفقود في التجربة الغربية ولذلك كل التقارير بعد أزمة غروض الرهن العقاري 2008 والمتتبعين لمسار الصيرفة الإسلامية والمالية الإسلامية ومسار المالية التقليدية أجمعوا لأن هناك عوامل استقرار خاصة بهذه المالية ولذلك ولذلك نتكلم هذا الكلام ندرس المالية الإسلامية في أوروبا ندرسها في محافل كثيرة في بريطانيا أكثر من ربعين أو خمسين جائمع للدرس المالية الإسلامية يعجبوني أو يلخص هذا المعنى ما جاء على لسان مدير صندوق النقد الدولي كريتين لاغارد الحالية حالية نعم وكانت أنا ذاك وزيرة الاقتصاد في فرنسا في 2009 صرحت بالفهم الملئان يجب أن يسرح من الملئان الإسلامية لتعمل على رفورة المنزل الإسلامية ومن المناسب أن نسترشد بمبادة التمويل الإسلامي لإصلاح النظام المالي العالمي يا أخي عندما تصريح مثل هذا يصدر بشكل كبير بالأكثر من ذلك بعد الأزمة نعتقد أني معلومة بعد الأزمة 2008 العالم كان مدهوش أمام هول الأزمة وما زالت ارتداداتها حتى الآن تعرفوا وش فكروا قال لك ربما من الأسباب أن القائمين على المؤسسات المالية عادة سواء دولية أو المؤسسات الخاصة أننا لم نشاهد العنصر النشوي فيها لأن العنصر النشوي عادة يحطار موش مغامرة كثير فلذلك جاء بكسين لقارد داروا رأس صدق نقص دولي نعم قيل هذا الكلام قالوا كل هذا بمعنى آخر أن تميز المالية الإسلامية هي تميز بمرجعيتها إنها تأخذ مبادئها من الشريعة الإسلامية التي جاءت لصالح العباد فلذلك أقول دائما أن أكبر إنجاز قدمته المصرفية الإسلامية أنها استطاعت أن تصيغ عقود التمويل في الفقه الإسلامي الموجودة في بطول الفقه الإسلامي صياغة مؤسسية تظهرها إلى العيان في صورة صياغ إسلامية انتقلنا من عقود إلى صياغ موض في ناصب هذا هو الجديد وهذا هو الابتكار الذي جاءت بالمال الإسلامية ولذلك الآن متواجدة المال الإسلامية في أكثر من 75 دولة في العالم وهذا يعني نجاح كبير جدا وفيه خير للبشرية أنا أن أروح معك بعيد أن الأمن الآن معقود على المالية الإسلامية أنها هي المالاذ الآمن لمواجهة اختلالات النظام المالي العالمي الذي أفرز عشرات الأزمات منذ 1637 أزمة لكيزة توليب في هولندا حتى يومنا هذا حتى أزمة 2008 وإذا كانت توفق للرأي فقط دكتور لي أنه ربما الصيرف الإسلامية أو الخدمات المالية الإسلامية عندها تقريبا بعد اجتماعي أكثر منه تجاري يعني أبعادها تقريبا تحاكي الجانب التجاري أكثر منه عفو الاجتماعي أكثر منه البعد الاقتصادي هنا نتخل في المقاس لا شوف ميزة البنوك الإسلامية أو المصرفية أو المالية الإسلامية في عامة أن التمويلات التي كلها مسندة إلى أوصول حقيقية وهذه الغرب نتبه لها هذه ما عندهش مفقودة عندهم عندهم ما عنده ديكوتومي هذا الفصل بين الدائرة المصرفية والدائرة والنقضية والدائرة للإقتصاد الحقيقي لما جاءت المالية الإسلامية بينت للعالم أنها يمكن أن نموّل الأنشطة الاقتصادية ومقترسة الاقتصادية بطريقة أخرى غير منطق المقرض والمقترد فكل العمليات التمويلية في النظام الإسلامي كلها مسندة إلى أوصول حقيقية سواء خدمة تقوم بها المؤسسة المتمويلة أو سلعة تقدمها للمجتمع وهذه الحلقة المفقودة وهذا هو الجديد لا تجاهد بالمالية الإسلامية ممتاز جدا دكتور طيب دكتور بعد إذنك خلينا نروح الآن للدكتور فداد العياش وهو الجزائر القحة القادم إلينا من مناخ جغرافية آخر غير الجزائر قادمة من السعودية فبيودي أن أستغل هذه الفرصة لتحدثنا عن تجارب أخرى بعيدة بعيدة بعد جغرافيا طبعا عن الجزائر دعني هنا دكتور إذا كان اسمحت لي فقط أتحدث عن تجربة منقوش تجربة قديمة يعني ليست بالقديمة وليست بالحديثة مبادرة الشيخ مثلا محمد برراشد في الإمارات العربية المتحدة بإعلان رؤية استراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتحويل دبي هكذا قال يعني هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحويل دبي لتصير عاصمة للاقتصاد الإسلامي في سبع مجالات نذكر منها مثلا تمويل الإسلامي السياحة العائلية والأهم من كل هذا الاقتصاد الرقمي الإسلامي قبل دبي كان هناك عدد من العواصم سواء كان الإسلامية أو حتى الغربية أيضا حينما توجهت للتمويل الإسلامي أرادت أن تكون القطب أو المرجع الذي تعود إليه كافة المؤسسات في كل الدول ونحن شهدنا أن بريطانيا أعلنت في فترة من الفترات أنها عاصمة المالية الإسلامية وأن دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي الكويت أعلنت أنها ستكون عاصمة للتمويل الإسلامي وأيضا لحقت بها تركيا الآن في عاصمة المالية الإسلامية وماليزيا كذلك تساعدنا وماليزيا بطبيعة الحال بحكم البداية التقدم في التمويل الإسلامي والصيرف الإسلامية المصرفية الإسلامية أيضا كانت عاصمة عاصمة بالواقع بالفعل حتى وإن لم تعلن لكن مرجع لكل من أراد أن يطبق المصرفية الإسلامية من حيث الحوكمة من حيث المنتجات من حيث العلاقة ما بين المؤسسات والبنك المركزي من حيث تفعيل البنك المركزي في تأطير المؤسسات المالية أي كانت مصارف تكافل شركات استثمار أسواق مالية كل هذا تقوم به الدولة فلذلك الآن لم نعد نفاجئ بمثل هذه الإعلانات كانت نعم تفاجئنا لكن الآن لم نعد تعودنا عليها تعودنا عليها لكن القيمة المضافة للتجربة مثلا لتجربة دبي هي أنها جعلت الاقتصاد الإسلامي كل متكامل بمعنى أنها انطلقت انطلقت في المؤسسات المالية من خلال المصارف من خلال شركات التكافل من خلال الأسواق المالية وأطرت الأسواق المالية يكفي أن سوق سوق المالي في دبي هو سوق متوافق مع الشريعة بالكامل وأيضا فعلت كرافعة أخرى إلى هذه الأمور القطاع الخيري التمويل الإجتماعي لأنه نحن نغفل أنه مهما شئنا أو أبينا أنه التمويل إذا كان ربحيا في غفلة من الإشرافيين يمكن أن يطغى عليه العنصر الربحي فأنت تحتاج دائما أن تكون ضابط له ما هو التمويل الذي يعوذ الذي يكون للفقير حظ فيه وأن يكون للضعيف حظ فيه هو التمويل الاجتماعي أو التمويل الخيري الذي يشكل رافدا للتمويل الربحي وأنت عندك ونحن والحمد لله في شريعتنا لدينا مؤسسات كبرى قامت بتلبية الحاجات الاجتماعية للناس من أبسط الأمور إلى أعظمها وهي حماية الثغور يعني من أبسط القضايا حتى قالوا في الأوقاف بعض الفقهاء الذين اعتنوا بالأوقاف قالوا كان الأوقاف الرجل يولد في الوقف أو الإنسان يولد في الوقف لأن الوقف هو الذي يحتضن هذا الصغير وينشئ ويتربى ويتعلم في الوقف من خلال مؤسساته وإذا صار عاجزا كبر أيضا يرعاه الوقف وإذا مات يجد كفنه في الوقف يا الله فإذن مؤسسات مؤسسات الاجتماعية الأوقاف الزكاة أموال الإحسان والصطقات هذه ينبغي وهذه مناسبة كريمة أن نتوجه للمشرفين على هذه المؤسسات بما أن الحكومة الحمد لله أعلنت هذه المبادرة في المالية الإسلامية أن يكون هناك تفعيل لهذه المؤسسات حتى لا تمشي المؤسسات المالية عرجاء على رجل واحد فقط وهو موضوع المؤسسات الربحية إذا جاء القطاع الخير فإنه يسد الثغرة كبيرة في هذا المجال منترك نعم نعم progressing نعم نعم في المشروع الذي قدمناه في المجلس السلامي الأعلى تكلمنا على ذرورة التأثير الشرعي هيئة شرعية مرجعية تكون بين المجلس السلامي الأعلى وبالتنسيق مع بنك الجزائر قانون النقد والقرض ما هي المواد التي يجب تعديلها وحصينها ثلاث مواد فقط منع الازدواج الضريبي فقرة فقط نضيفها إلى النظام الضريبي ويصبح بالإمكان تعامل بنتجات المالية الإسلامية بدون مشكل تعديل القانون التجاري مادة واحدة فقط لكي ندخل السكوء لمعاملة المالية الإسلامية كذلك التأمين التكافلي هذه الدراسة قامت بها المجلس الوطني التأمينات ثم أضفنا لم نخفل عن جانب القطاع الاقتصادي الثالث أو الجانب التمويل الخيري نعم تكلمنا على مشروع قانون الزكاة لأن صندوق الزكاة الآن رائدة ممتاز نعم شاركنا في إنشاء صندوقنا الزكاة أنشئ بداية تجربة بسيطة في ولاية بالعباس وعنابه في 2003 ثم لما أعطت نتيج حسنة عممنا التجربة في 2004 وإنشاءنا صندوق الزكاة لكن صندوقنا الزكاة إلى حد الآن رائد يمشي يشتعل بدون قانون نعم لذلك قدمنا ينبغي أن يؤثر نعم يؤثر قانون صندوق الزكاة وإضبطناه فيه حتى نقول له فيه 63 مادة وجبنا له خيرة الخبراء الجزائر من جميع القطر الجزائري الشرق غرب جنوب وحتى الجنوب الغربي من الشرق جبنا أساتي ذا واخدمنا القانون هذا وكذلك الوقف شوف الوقف في الجزائر قانون الوقف الله يجزيه البروفيسور سعيد شيبان المرور التعو كان ممتاز جدا في سنة 1991 وجبنا قانون الوقف نعم نعم نحن الآن دعمناه بمشروع قرار وزاري مشترك خاص بالمجمعات الوقفية أي بمعنى استعملت نظرية الوقف النامي طورته في الكويت وأضفنا إليها البعد الاستثماري في العمل الوقفي ورح يعمل خير تاعه إن شاء الله يا رب دكتور كنت أتمنى أن أواصل الحديث معكم متطولا بحول الصندوق الزكاة وما يمكن أن يقدموا في هذا الجانب بالإضافة إلى نقطة أخرى ولكن كما يقال دائما في لغتنا الإعلامية الحديث الشيق والوقت ضيق ساعدت كثيرا كثيرا باستضافة الدكتور عياشي فداد وهو خبير في المعاملات المالية بالبنك الإسلامي التنمية بجدة وخبير مجمع الفقر الإسلامي واللغتي أيضا ساعدت باستقبال الدكتور محمد بجلل وهو أستاذ جامعي وخبير في الاقتصاد الإسلامي ومتخصص في المالية الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى الصيرفة الإسلامية خيار استراتيجي إجراء ظرفي كان موضوع نقاش في حلقة المرصد الاقتصادي مشاهدين الكرام أشكركم على حسن المتابعة أضرب لكم موعدا في حلقة قادمة أخرى إلى ذلك من الحين تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني اللي بيشتغل معي في هذا العدد إلى اللقاء شكرا لكم على اتلقى من الصحافة